خليني كده أبدأ معاك على الطرق أو السبل اللي من خلالها ممكن نطور المدرس مهنياً ممكن نعمل هو تطوير التعليم أولاً كله منظومة طبعاً فيها أربع محاور يعني المعلم جزء منه جزء أساسي منه لابد النظرة للمعلم والمانهج والتلميذ والمبنى المدرسي لو جينا بقى يمكن نقابة المعلمين أحد المعنيين والمهتمين بالتنمية المهنية للمعلم يعني التنمية المهنية للمعلم يعني إيه اللي حيتم مع المعلم أثناء الخدمة فيمكن حضرتك سمعتي في عملية التطوير عن مشروع يسمى المعلمون أولاً المعلمون أولاً فعلاً بدأ بداية صحيحة في تطوير المعلم على المناهج حتى يتماشى مع المناهج الحديثة وأساليب التكنولوجيا الحديثة قد انتعرف نظام المعلمين مؤهلات مختلفة الآن اتفق الجميع على نمط واحد لطريقة التدريس ويمكن احنا بنطبق مشروع تطوير التعليم من دول متقدمة في العملية التعليمية فلابد هنا أن يكون هناك نظرة للمعلم وتنميته مهنياً حتى يواكب التطوير على مستوى العالم كله وده بينفع يحصل في ظل الظروف بتاعتنا في ظل إمكانياتنا اللي مش قوية زينا زي باقي الدول يعني طبعاً احنا بنسعى طول الوقت أننا نساوي نظم تعليمية موجودة في مصر بنظم تعليمية موجودة في العالم كله ولكن الإمكانيات ما ينفعش تقارن مش بس إمكانيات مادية ولكن إمكانيات كمان في كل حاجة تخص منظومة التعليم بشكل عام هل ده ممكن يطبق بشكل سليم في ظل الظروف دي؟ لا عشان أكون صريح مع حضرتك فعلاً احنا عشان نقدر الإمكانات الموجودة في العملية التعليمية احنا عندنا مشاكل كتير عندنا المبنى المدرسي فيه مشكلة الكسافات ما هو عشان تطبقي عملية تعليم متطورة لابد تكون الكسافات تسمح حتى يقدر يتفاعل المعلم لأن الطريقة الحديثة في التعليم بتعتمد على الحوار ما بين المعلم والتعليم وما بين الطالب يعني يبقى لازم تكون هنا طالما فيه يعني مش إلقاء محاضرات أو حاجة نظرية طالما فيه طريقة حوار لابد أن تكون هناك كسافة معقولة حتى يقدر يتفاعل المعلم مع الزمن المحدد للحصة عندنا مشكلة في الكسافة دي حاجة عندنا مشكلة في المبنى تقليل الكسافة عفوا تقليل الكسافة يتم إزاي في ظل عدد وجود بعض إقامة فصول جديدة فصول بس ولا إقامة مدارس جديدة لا يعني عشان يعني برضو المساحة جوه المدرسة لها لمت أو لها حدود معينة طبعا فيه في الأبنية التعليمية فيه نظم بيطبق نظام مساحة المدرسة على عدد الطلاب الموجودين على حسس أنه يتيح لكل تلميذ يعني حوالي تقريبا أربعة متر لمزاولة الأنشطة في المدرسة ودي بتبقى مشكلة فأحنا دلوقتي يعني العلاج بيبدأ صعب أحنا بتقام مدارس بس مش هي العدد المطلوب عشان فعلا نطور التعليم إقامة مدارس كتير ولكن العلاج دلوقتي المسكن الفصول فلازم فصول وانت عارفة ميزانية التعليم مهما ارتفعت ولكن لن تفل الغرض يعني حتى الآن طيب لو أنا بتكلم على تطوير مهني للمدرسة وبما أننا بنتكلم على المفروض يبقى فيه كمان تطوير للمنظومة بشكل عام المنظومة التعليمية في مصر طبعا زي ما حدك قلت أنه بدأت تتطور أو بدأت أنها تواكب النظم التعليمية التانية اللي موجودة في العالم كله ولكن النظم التعليمية اللي موجودة في العالم كله بتهتم بالأنشطة التعليمية هل إحنا في المناهج بتاعتنا وفي النظام التعليمي الموجود في مصر محتاجين نطور كمان من مفهوم أو نقبر من مفهوم الأنشطة التعليمية الموجودة في المدارس علشان ما يبقاش الموضوع طول الوقت النظري طول الوقت مواد قوية أو مواد تقيلة فبالتالي بنطور كمان من مهنية المدرس اللي بيقوم على الأنشطة دي هو الأنشطة مهمة جدا في العمليات التعليمية أحنا لما جينا نطبق النظام التعليمي الحديث تم تطبيقه من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والعام هذا العام أضيف الصف الثاني الابتدائي والحقيقة يعني نجح فعلا لأنه رياض الأطفال بتعتمد على النشاط للطالب نفسه وديه فعلا مطبق يعني قد نكون لا ما نجحناش في أول سنة وطب بسرعة وما كانش مزبوط ليه؟ يعني قد يكون يعني ما راجعش الإمكانيات اللي موجودة في المدارس السنوي أنت أعرف حضرتك هو فيه وسائل تكنولوجية حديثة لابد أن تتوفر في المدرسة قد يكون هناك حصل يعني نقص الإمكانات يمكن قدت إلى يعني لم يؤدي الغرض في ألف الأول أو ده اللي بتكلم معك فيه مع حضرتك فيه المدرس كمان المسؤول عن الأنشطة هو كمان لازم يبقى مؤهل لده أنه يعرف يعمل ده بشكل صحيح أكيد أكيد وبس هناك لازم تكون كليات اللي بتخرج معلمي الأنشطة أيوة هي غير كافية تعرف النشاط حضرتك محبوب عند التلميس طبعا بيشتغل بييده ويقدر يمكن يشرح درس عن طريق الغنى عن طريق الأنشيد عن طريق الشعر يفهم معلومة لكن أحنا هل عندنا معلمين الأنشطة كافين للعملية التعليمية طبعا لم يحدث الكلام ده وبيعد طيب بما أننا بنتكلم على التطوير المهني للمعلم لازم نعرف فايدة التطوير ده هل المعلم إذا طوره تعليمين أو طوره مهنيا ده هيأثر بالإجابة على الطالب نفسه هل بيأثر التطوير أو رفع مستوى المعلم على رفع مستوى الطالب أكيد طبعا حضرتك أنت عارفة مشكلتنا عندنا يعني ما يقرب من مليون ونص محلم فلما نقول احنا طورنا مليون ونص محلم في خلال سنة لأنه غير وقعي العملية ماشية كويس بس مطيئة مقارنة بالنسبة مليون ونص محلم لا لا لسه ما وصلناش إلى مهارات تنمية مهارات المعلم نفسه ليه بقى هي فايدتها تنمية مهارات في العملية التعليمية المعلم إذا درب صح وإذا استفاد صح أكيد هيتفاعل مع التنميس في التطبيق لأننا دلوقتي ما فيش دراسة في بنك معرفة المعلم لو ما تدربش كويس على بنك المعرفة هيرشد الطالب إزاي المعلم دلوقتي في الفص ما هوش معلم هو ميسر يعني في النظام التعليم الجديد ميسر الطالب يبحث والمعلم بيسر للطالب طريقة المعرفة أو إزاي يتجف فين أو يروح فين أو إيه الحد فلازم يبقى فيه تدريب كافي للمعلمين يمكن احنا ما وصلناش لكده أو ما غطناش الجمهورية كلها